اشتركوا في القناة الحكومية الخاضعة لقانون الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 بتقديم الخدمات الصحية لمنتسبي قوة دفاع البحرين وافراد اسرهم على نفقة الدولة وعلى نحو ما هو مقرر في ذلك القانون ويصدر بتنظيم اجراءات علاج منتسبي قوة الدفاع وافراد اسرهم في تلك المؤسسات والمراكز الصحية قرار من المجلس الاعلى للصحة بناء على موافقة اللجنة الطبية العليا في قوة دفاع البحرين على ان يراعى في جميع الاحوال عدم تعارض ذلك مع القوانين والانظمة المعمول بها في قوة الدفاع والسرية المتوجب مراعاتها بشأنها فيما نصت المادة الثانية على ان يتم تنظيم علاج منتسبي وزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الامن الوطني والمدنيين من المواطنين والمقيمين في المستشفيات العسكرية التابعة لقوة دفاع البحرين المستشفى العسكري مستشفى الملك حمد الجامعي وفقا لقرار يصدر من اللجنة الطبية العليا في قوة الدفاع وبالتنسيق مع المجلس الاعلى للصحة على ان يلتزم صندوق الضمان الصحي وشركات التأمين المعنية بدفع تكاليف العلاج وذلك حسب ما هو مقرر في قانون الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 والقرارات الصادرة بمقتضاه وبما لا يتعارض مع قوانين وانظمة قوة دفاع البحرين ترجمة نانسي قنقر